لمزيد من التفاصيل حول زيارة اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية لبكين معنا مباشرة من هناك مفدون عبدالله رويس أهلا بك عبدالله وما تفاصيل هذه الزيارة واللقاءات التي تمت حتى الآن نعم حسن أهلا بك وأيضا أهلا بأسادة المشاهدين الكرام انتهت اجتماعات اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية غير العادية بقيادة الأمير فيسر بن برحان ومشاركة وزير الخارجية الأردني وأيضا الفلسطيني والمصري وأيضا وزير الخارجية الاندونسية وأمين ومنظمة التعاون الإسلامية اليوم في بكين عبر لقاءين الأول مع وزير الخارجية الصيني والذي أكد من خلاله دعم بكين الدعوة الصادرة عن قمة الرياض لحل الدولتين وأيضا حث المجتمع الدولي على التحرك الآن لإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة الأمير فيصل كان له كلمة أوضحة الركيزة الأساسية لما تبحث عنه هذه اللجنة الوزارية وهو وقف إطلاق النار في المرحلة الأولى وبأسرع وقت وأيضا حل القضية الفلسطينية بطريقة تنهي معاناة الشعب الفلسطيني وأيضا تضمن حقوق الشعب الفلسطيني في دولة فلسطينية على حدود 67 هذه الكلمات توضح النقاط الرئيسية التي تم نقاشها في الاجتماع مع وزير الخارجية الصيني وأيضا الأهداف التي تسعى لها اللجنة الوزارية وهي بلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة وأيضا وإطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل وفق مرجعيات الدولية المعتمدة وأيضا الحشد السياسي للضغط على المجتمع الدولي المتهم بازدواجية المعايير إذا ما يحصل فيه غزة حشد سياسي تقوم بها اللجنة وأيضا الضغط على مجلس الأمن لاتخاذ قرار حاسم ملزم بفرض إيقاف العدوان التي تقوم بالسلطات التي تنتقى قانون الدولي وأيضا الدفع نحو اتخاذ قرار فوري أيضا من مجلس الأمن لوقف إطلاق النار بشكل مباشر ووقف إطلاق النار كما قلنا هو الركيز الأساسية التي تسعى لها اللجنة بشكل عاجل لحفظ أرواح المدنيين بمعنى آخر نحن نتحدث عن حراك تبلماسي عربي إسلامي بقيادة المملكة لبحث وقف العدوان وأيضا الضغط على المجتمع الدولي لأخذ إجراءات فاعلة كما قلنا لإيقاف الانتهاكات التي يقوم بها قوات الاحتلال وإذن ليس فقط البحث في شأن غزة بل أيضا البحث عن حل الأطيق الفلسطينية كاملة بعد اللقاء الفلسطيني التقت اللجنة الوزارية بنائب الرئيس الصيني الذي أكد خلال كلمة ألقاها إثرى هذا الاجتماع على تقدير الصين لجهود القمة العربية الإسلامية وأيضا كان الخطاب واضح تجاه اللجنة بقول أن الصين تدعم هذه اللجنة كما وتحرص على العمل مع اللجنة الوزارية على الدفع لتهدئة الموقف في أسرع وقت إذن هذه الكلمات سواء من وزير الخارجية الصينية أو نائب الرئيس الصيني تعطي دلالة كبيرة وواضحة حسن على الموقف الصيني الذي اتخذت والمحطة تذهب إليها لبحث عن الوقف إطلاق النار كما قلنا أخيرا حسن لعلي أختم بموقف كان من وزير الخارجية الصيني لحظة التقاط الصورة الجماعية وهو الإمساك بيد وزير الخارجية الأمير فياصل بن فرحان وأيضا الإمساك بيد وزير الخارجية المصري وإعلان مساك اليد هنا يعطي دلالة على التضامن مع هذه اللجنة بشكل أو بآخر إذن نحن نتحدث عن موقف جيد بالنسبة للجنة بتوافق صيني مع مستهدفات هذه اللجنة التي بدأت أولى محطاتها هنا في بكين وسوف تستمر إلى عواصم مجلس الأمن عبدالله رويس مراسلنا من بكين أو مفدنا شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات